مع اكتمال منظومة التحول الإلكتروني في مصلحة الدرائب شايف الصورة هتبقى عاملة ازاي؟ يعني حينما تكتمل هذه المنظومة وتبقى مصلحة الدرائب 100% إلكترونية أنا كمواطن يعني أنا عاوز الأول لا أسأل على مصلحتي كمواطن أنا كمواطن مصلحتي هستفيد ايه؟ بص حضرتك هو إحنا الحمد لله الحلم بيتحقق يعني إحنا شايفين طبعا قدامنا الحلم بيتحقق هدي مثل صغير كده إحنا ابتدنا حاجة اسمها منظومة الإكرارات الممايكانة في 2018 آخر 2018 قبل ما نزل يعني أول ما أعلننا عن المنظومة كان فيه طبعا اعتراض شديد جدا منظومة إكرارات الممايكانة ايه؟ مين اللي هيقدم إكرارات الممايكانة؟ كان بيتقلينا كده إنت عايز الممول الصغير ده يروح يدخل على النت ويقدم إكرارات الممايكانة إنت بتتكلم ازاي؟ ده حاجة صعبة جدا إحنا مر 3-4 سنين النهاردة بعد التجربة دي مثلا تعالي قولي لأي محاسب أو أي مماول عايزين نرجع للإكرارات الورقية اللي كنا بنقدمها قبل 2018 شو في رد الفعل عايبي عملت زي؟ يعني أنا في ندوات مؤتمر كنت بقولهم كده لما بيقولوا الفاتورة وصعبة ومش حارف إيه وكلام ده فكنت بقولهم فاكري منظومة الإكرارات الممايكانة النهاردة إيه رأيكم؟ نرجع تاني للإكرار الورقي؟ قالوا لي لأ لأ خلاص لا ما ينفعش ده معنى إيه؟ إن النهاردة بعد اجتمال المنظومات الممايكانة إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل للممول مميزات كتير اللي هيحصل للمواطن مميزات أكتر رقم واحد إحنا قلنا عن قل الفجوة الضربية ده معنى توفير موارد أعلى للدولة من الضرائب وبالتالي الخدمات اللي هتؤدى للمواطن أو المساحة اللي هتبقى موجودة للدولة إنها تحسن الخدمات وتزود في خدمات تانية أو تفكر في إسكان مثلا اجتماعي أو غيره أو غيره هيبقى عندها الناحية المالية اللي تديها القدرة أن تعمل كده جميل وبالتالي المواطن هيبقى فيه استفادة عالية سواء في إسكان في تعليم في صحة إحنا داخلين على التأمين الصح الشامل صح كده؟ بالضبط وبنعمم على محافظات الجمهورية واحدة واحنا مزبوط واستفادة هتبقى كبيرة جدا للمواطن هتماوي لي ده منين النهاردة يعني في قانون 67 متع ضربة القيامة مضافة فيه واحد في المية مخصصة لحاجة معينة في المساهمة التكافلية اللي بتتبعت مع إكرار ضربة دخل المصلحة بتحصلها مع الإكرار بتساهم في الكلام ده المواطن طبعا لو ده حصل تأمين صح الشامل للمواطن المواطن الموضوع يبقى عمل إزاي؟ إلى جانب طبعا كل بقى الخدمات التانية من تعليم وخلافه وخلافه هيبقى فيه إمكانية للدولة عندها سيولة مالية تقدر تعمل بيها اللي بتفكر فيه لكن النهاردة لما يكون موارد المالية محدودة بالتالي أنا هقدر أدير المواطن إيه؟ هقدر أديره على قد الموارد اللي عندي عظمت الموارد خلاص حاجة بقى شخصية مباشرة على المواطن يعني دي حاجات غير مباشرة وممكن بعض المواطنين يحسوا بيها قوي بعض المواطنين ما يحسوش بيها قوي طب الحاجة المباشرة بقى اللي أنا قلت حلقة عليها يعني يعني أو الحركة يعني بتركز عليها من بداية اللقاء النهاردة اللي هو منظومة التحفيز منظومة التحفيز دي بتقول للمواطن إيه أنت أطلب فطورتك أو إيصالك من التاجر خدت الإيصال ده وتسجله على منظومة التحفيز هتسجله إزاي يعني إما هتطلب من الكشير اللي أنت شاريت منه ويسجله لك على المنظومة يعني إما في وقت قريب جداً هيبقى فيه يعني زي موبايل أبليكيشن كده تقدر تعمل سكان لكيو أركود اللي على الإيصال هيتبعت لمنظومة التحفيز طيب تاخد نقط يعني أول ما تبعت سواء عن طريق كشير أو عن طريق الـQR كود دوت هيبتدي المنظومة تبتدي تبعت لك الرسالة التأكيد وتبتدي تبعت لك الهدية بتاعتك يعني نقط وبعدين تاخد بيها هدية ولا هدية على طول ده من الأول هدية على طول ده جميل جداً ده من أول تعامل هدية على طول طيب الهدية هدية يعني؟ مالهدية؟ الهدية بقى إيه متدرجة يعني احنا عندنا ثلاث مستوات للهدايا أول مستوى أني اتبعت لك خصومات طيب انت حرك بقى كبونات الخصومات خصومات بقى انت حرك عشان تحرق الخصومات دي في قيمة تجار هدايا عندنا حوالي 11 ألف فرع تاجر على مستوى الجمهورية في جميع السلع والخدمات يعني هتلاقي في ملابس هتلاقي في خدمات هتلاقي في أي سلع تبوينية هتلاقي كل حاجة هتلاقي جهازة إلكترونية كل اللي حركت تتخليل تحليل أشعة كل اللي حركت ممكن تتوقعي خدمات وسائل عيا هتلاقي خلاص طيب انت حركت بتدخل على رابط معين بتستعرق كل تجار الهدايا وبتعرف نسب الخصومات عند كل حد ايه وبتختار السلع أو الخدمة اللي انت عايز تحرق فيها الخصم ده طب اتعملت أكتر من مرة على المنظومة كل مرة بتبعت لك خصم 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 طب بعد كده تتنقل بقى للمستوى التاني في الجواز تجي لك أسايم شراء مجانية أسيمة بمبلغ معين تروح تشتري بالأسيمة دي من غير ما تدفع فلوس طيب حركت ملتزم ومازلت يعني بتبعت للمنظومة تنتقل بقى للمرحلة التالتة اللي هي السحب الدخول في سحب دوري على جواز كبرى شقة عربية مليون جنيه اه بس السحبة ده كم واحد هيكسف في السحبة معمول حساب ان الموضوع يبقى حاجة كويسة جدا يعني انت حالك بس ايه يعني احنا بس على فكرة احنا في التشغيل التجريبي من حوالي شهر او شهر وشوية واحنا شغالين على خمس مولات دلوقتي مول مصر ومول العرب وكايرو فيستيفل وستي سنتر الموضة وفي مول خامس كده شغالين على خمس مولات دول مجموعة من التجار في المولات مش كل التجار بس المنظومة في وقت قريب جدا حالك تبتدي شو فيه اعلاناتها احنا ده تشغيل تجريبي فشغالين بشكل محدود شوية صوفت اوبنينج اه بالضبط كده هندخل في فيس تو فيس سري هتلاقي بقى فيه اعلانات على الرمضان كده هتبقى جبارة جدا هنتفرق هنستنى في رمضان وهتلاقي بقى جواز يعني ان شاء الله هكسر الدنيا يعني ان شاء الله طيب بالنسبة للدولة ككل يعني والمنظومة ككل هيعود علينا يعني كمشهد اقتصادي مصري ايه شوفي حضرتك اي متخص قرار محتاج حاجة مهمة جدا محتاج معلومات عشان يقدر ياخد قرار وعايز توقيت معانل المعلومات ديت لو عنده المعلومات في التوقيت الصحيح ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب غياب المعلومات تؤدي لقرار ممكن يبقى مناسب بس متأخر عبر مجالات المعلومات طيب المنظومات ما كانت تعمل ايه احنا يعني كم الفواتير انت حالك قلت في 64 مليون اصال في 3 مراحل تطبيق التلت مراحل دول انت عارفة كم واحد اللي تزم فيهم اول مرحلة 153 شركة تاني مرحلة 400 شركة تالت مرحلة ايه في 15 ناية كانوا 2000 ممول يعني مثلا كلهم 2550 مثلا ممول جايبين 64 مليون اصال طيب والفاتورة بقى مثلا الفاتورة طبعا اللي نضم الغد دلوقتي حوالي 300 الف ممول جايبين عدد فواتير جبار جدا طيب النهاردة الفواتير دي تدي قاعدة ببيانات ومعلومات عالية اه تدي طبعا يعني النهاردة من الفواتير دي انت عارفة تقدر يتطلعي تقرير عن سلعة معينة في قرية معينة في توقيت محدد فبالتالي متخذ القرار في الدولة المصرية ايا كان اللي قراره يعتمد على معلومات تتعلق بالاستهلاك المحلي للسلعة والخدمات او حتى بالتصدير خارج مصر يقدر ياخد بيانات من المنظومات دي ت ويقدر يبني قراراته عليها يقدر يفتح اوجه استثمار مثلا شايف ان في سلعة معينة عليها استهلاك عالي والاستهلاك ده في زيادة فيقدر يفتح اوجه استثمار لتصنيع محلي يوفر عملة صعبة يدي ميزة للمستثمر في المجال دوت فبالتالي يشجعه على انه يدخل للستثمار لأ فطبعا قواعب بيانات رهيبة جدا هتبقى متوفرة من المنظومات الميكانة هتدي القدرة لمتخذ القرار انه ياخذ قراره في وقت مناسب وبشكل دقيق جدا 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 كويس جدا ان شاء الله يعني تتم عملة التحول الرقمي في الدولة المصرية كلها في كل المجالات زي ما انتم عاملين كده في مصلحة الدرائب وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت حببتنا في مصلحة الدرائب عادة بنسمع كلمة الدرائب او مصلحة الدرائب تخاف كده تجري بس يعني الفكرة انه التعامل الفير او التعامل العادل او العدالة الدرائبية دي بتتشجعك تخلي انه اه مفيش تقديرات جزافية اه مفيش انا مش هدفع وغيري ما يدفعش يعني الدنيا تحس فيها بعدالة هتلاقي الناس اه بتروح طبعا حاجتين بيهمه اي حد ان يكون في عدالة وان انا اعرف المعلومة يعني كتير جدا انا عايز يلتزم على فكرة بس ما عارفش يلتزم ازاي عنده معلومات مضللة عن مثلا او مضللة عن مصلحة الدرائب عنده خبرة سلبية سابقة ممكن في التعامل فده كله بيقصر عليه بالسلب لما نحكم الرقابة عليه احنا الاول كموظفين وبعد كده على المجتمع الضريب وانحقق العدالة اظن كتير جدا من الناس ممكن تلتزم بشكل طبع ان شاء الله اشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور ابو زيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل في مصلحة الدرائب شكرا جزيلا نورتنا حيتحاول الرقم قادم قادم في وقت من الاوقات مش هيكون فيه اي اختيار تاني غير التعامل الالكتروني مع مصلحة الدرائب هو ده سيناريو اي تطور بيحصل في حياتنا عموما لانه عادة ان الاراق ممكن تختلف على اي حاجة جديدة في بدايتها وممكن كمان تلاقي الناس بيقوموا التغيير لكن في النهاية التطور بيفرد نفسه واللي النهار ده جديد بكرا هيكون هو العادي هو الطبيعي في حياتنا اشكركم شكرا جزيلا بكرا مصر جزيلا ان شاء الله